السلام عليكم ورحمة الله وصلنا للشابتر 14 الشابتر ده مفهول شرح كتير هو كرام نظري أكتر في حاجات مهمة حنركز عليها وفي حاجات تفاصيل زي ده عن اللزوم برضو هي كرفرنس ليكو ترجع ليها تعالوا نتكلم النهاردة على الانترا فينس فليودز يعني المحالين الوريدية او السوائل الوريدية وبصوا ما فيه جداول كتير قوي عندكم في الكتاب انا حاولت يعني هحطيت نفس الجداول بس بشكل يعني يمكن يكون قلطة شوية تمام بصوا اول حاجة هنتكلم عليها في موضوع اي احنا بنتكلم على اي سوائد دخل الجسم عن طريق الوريد اول حاجة هتكلم عليها حاجة اسمها بارنترال نيوتريشن يعني ايه بارنترال يعني تغذية التغذية الوريدية انا حاليا بشتغل في واحدة التغذية الوريدية وتحضير علاج كيماوي لمرضى اللوكيميا فشغلتنا بصراحة بوضوع التغذية الوريدية التغذية الوريدية يا جماعة بلجأ لها لما يعني بفقد الامل او بيكون فيه صعوبة او مانع ليه ان انا يكون فيه تغذية عن طريق الفم او عن طريق النيديوكاستريج او اي حاجة تمام ليها بقى اسباب وليها انواع وقصة طويلة عريضة انا فيه غير ان نتكلم عنها لكن احنا عايزين نعرف انا بلاقي باج كده زي كيس او معمول في باكستر في ازازة عادية جبا لكن الصح ان هو يتعمل في اكياس محددة اكياس بلاستيك كده محددة تلقى شبه الاربة كده فانا عندي انواع منه بس اللي بكلم عنيه ده توتل يعني المريض بياخد بشكل كامل كل تغذيته اللي جسمه محتاجها عن طريق الوريد وبالتالي فانا محتاجة اعمله محلول يكون فيه كل المواد او العناصر الغذائية طبعا عمري ما حوصل لكن بحاول قدر الامكان اني اقرب اني اديله كل حاجة هو محتاجها طيب يا جماعة انا في الهض لما باخد حاجة عن طريق الفم عندي انزيمات تكسر وعندي حاجات تهدم وعندي حاجات تحول مواد لمواد اخرى اما عن طريق الوريد انا ما عنديش الكلام ده انا بدخل على طول مباشرة على الدم اذا لازم ادي كل حاجة في صورتها الاولية بمعنى مش حدي انا مكربوهادروات معقدة حدي ايه حدي جلوكوز ابسط حاجة مش حدي بروتينات حدي حاجة اسمها امينو اسد احماض امينية ابسط حاجة حدي فيتامينات حدي سالاين الالكترولايت بقى كلها حدي محلول ملح كمصدر بالسلوديم حدي بوتاسيوم كلورايت كمصدر بالبوتاسيوم حدي كالسيوم حدي فوسفروس يبقى عندي كده شوية حدي لبد حدي دهون عندي انواع معينة من الدهون بديها محلول اسمه سماف خلاص كل ده انا بديه علشان ايه علشان اعمل التوريفة بتاعتي تخزية في ابسط صورة تدخل الدم مباشرة تديني الطاقة اللازمة للجسم يقدر يحارب المرض او ان الشخص ده اقدر ادي له احتياجاته اليومية من التخزية طيب انا بركب التخزية الواردية يفضل في central venus catheter وهي CVP لكن احيانا CVP ليها مشاكل وليها قصة في التركيب وكده فاحيانا ممكن الجأ ل الواردية ده ليه المعينة او ليه حاجات لازم اخد بالي منها وده ليه حاجات لازم اخد بالي منها كمية الفلوود الممكن ادخلها عن ترئيس CVP طبعا بتكون اعلى بتكون اكبر الواردية لازم ادخل بتركيز اقل وكمية اقل يعني كل حاجة لها ايه عيوبها ومزايا تعالوا بقى نقرأ المكتوب عندنا total parental nutrition بختصرها يا جماعة شان تبقى لو سمعتوا الاكسفشن ده tpn total parental nutrition by central venus CV catheter or peripheral inserted central catheter اللي هي بيبقى فيه طريقة كده معينة انه بيبقى حاجة بين ال peripheral وال central بيبقى طبعا social components per liter ده يعني كلام ده بالنسبة لينا ما بنحسبش بالطريقة دي بتتحسب لكل مريد بتتفصل على المريد على حسب وزنه وحالته والكيميا بتاعته او تحاليله يعني بصوا موضوع معقد احنا بنمسك مريد مريد كده ونقعد ايه نفصله على حالته هو بندي طبعا ديكستروز 25% ده بيبقى كمية جلوكوس عالية ومركزة امينو اسد زي ما اتفقنا الايكترولايتس فيتامين حاجات زي المنجانيز والكابر والزنك انسلن لو هو محتاج المريد 10% 20% دايما بحب افضل اديه لواحده مش بحطه على المحلول وليه اسباب استخدام امينو من قبل 2 ويكس او اكثر ده ايه استخدام هيكل في المستقبل القريبي يعني مريض في كوماتيز في كومات اساسا في حالات كتير قوي بطارن انا ايه الا الجاء لسي في بي 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 الجاء لالتي بي مش شوي جلو كذبه خلاص لأ يا جماعة ده ببصو بي بروموت تيشو سنسس بي يخليه يبقى لو حد مسلا ما عنده اصابة او كده لا ده بيحفز لي ان يحصل تصنيع لتيشو سجديدة مواند هيلنج اهو زي بقولكو اصابات نورمان متابوليك فونكشن اللاوز باود راست اند هيلنج زي بقولكو في حالات لو مثلا المعدة فيها مشكلة او الامعاء فيها مشكلة ادي له فرصة انه هتهدأ و ايه وتقدى انه يحصل فيها ايه التقام تخيل انت كده لما امطعت شوية ومتاكلش حالتك بتبقى عامل ازاي فما قداش تسيب المواريد مواندة طويلة من غير مياكل البريفورده نفس الفكرة ونفس المكونات وكل حاجة لكن هنا هو كتب لك الديكستروز 10% ليه اقل تركيزا بس الموضوع ده بصراحة احنا نحسبه بطرق تانية بصراحة يعني هذه الحقيقة ممكن بيع هيبارين او هايدروكورتزون او هايدروكورتزون ده وانت طريت استعمال او اقل من اسبوعين او اقل من اسبوعين ان هو يقدر ايه خلال ايام بسيطة يقدر يرجع تاني وانت سيبت من انفكشن طبعا بخاف من ايه من الاسبوعين من الاسبوعين المركزية ده طبعا لو لقدر الله حصل فيها انفكشن انفكشن ده بيدخل على طبعا دي بتبقى فوريت كبير وممكن بيدخل الهارت بمنتعة سهولة ولقدر المريض ممكن يفقد حياته بسبب سيبوعين خمسة لخمسة وعشرين وبلازما بروتين فراكشن ايه بقى قصة القلب من القلب من ده فيه منه تركيزات خمسة فمين غاية 25% بدي في حالات ايه هايبوفوليمك شوك او هايبو بروتينيمية كتير او يبقى بنلاقي في حالات كتير حالات كيدني وحالات رينر يعني حالات حالات الكيلة حالات الكبد بلاقي القلب من واقع مني في الارض وده يعملي بشكل كثير جدا جدا ففي الحالة دي بدي قلب من انا من بره ليه بقى صعيد افاكت كتير بسكولور اوورلود افتر رابد انفوشن لو اديته بشكل سريع يعملي اوورلود اوورلود يعني ايه كمية كبيرة ممكن قلب مستحملهاش بزود انا بعمل اكسبنشن الفلود زيادة عن يزوم كل حاجة محسوبة اتفقنا لازم اعرف انه داخل واشوف انه خارج اشوف اللي انا بديده بيخرج ولا لا موضوع الاوورلود ده مهم قوي مش بدي وخلاص انا بس هايبوتنتشن ديزنيا بالمونر اديم دونات جيف مور دان متين وخمسين جرام في تمانية وربعين ساعة تمام اشوف انا بدي كم جرام بروتين خلال تمانية وربعين ساعة ما زيتش عمتين وخمسين خلي بالي من هيمراج او شاك بزدات افتر سيرجي او انجري برضو قلنا موضوع الاوورلود بزدات في الموضوع هارت فالير او بالمونر اديم ان قدر ممكن يحصلوا بسبب ده لو السوروشن بتاعي كلاوزي يعني ايه معكر كده بداش استخدمه امينو كابرويك اسد ده بيجي من امينو اسد برضو ده يا جماعنا هو الكابرون الكابرون مش عارف ايهم يحطينا في الالبي بصراحة بس يعني ممكن يكون تحتوهم يعني هو ده الكابرون بدي في التصوير ايهم يتوقف السوروشن من انجري تصوير كابرون ادي عملت فبريونيس زيادة عن النزوم فحصل من الهميرج فاضطرت انه ادي كابرون الكابرون ده هي عكس الانتي كواغنس يبقى فيه الغعون قدد ادي كابرون او ديسينون صيد افكت برضو اعضاء او اخلي بالي من حاجة دي انطبع ممكن يحصل ايه برضو مية مقطارة بديكستروز بسالين ببينجر اي حاجة خلصنا كده الكلام علي بشكل عام و بعد كده اتكلم على القلب من والامينو كاربروك اسد نتكلم على واقع بلوت كومبولنس الحاجات اللي ايه الحاجات اللي هي بتبقى مكونات الدم اللي احيانا باضطر ان انا ايه انقلها للمريض طيب الراس ما دي مش هندكو انا اجايبها لكم عشان نعرف مكونات الدم اللي بتاعنا ايه و ايه كل حاجة هنقلها في حالات ايه ده اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي بصو ده الدم عملنا له حاجة اسمه حاطناه في جهاز اللي هو الطرد المركزي و بيلف بسرعة جدا فبيحصل عندي المنظر ده ان عندي بيبدأ ينزل لتحت او يرقود تحت الانبوبة ال red blood cells اللي هي خراية الدم الحامرة انت شايفرها هنا دي وفي النص عندي ال white blood cells اللي هي الصفوأة الدموية و كرات الدم البيضة وفوق عندي البلازمة اللي مش في ايه حاجة تانية غير هنشوف بقى دلوقتي في ايه فانا اهو white blood cells platelets و red blood cells و طبعا البلازمة عندي حاجة اسمه ايه قرات دم حامرة مركزة برأيه كده كيس كده لون مبيتي غامق شبه الكبه كده منيان ايه ايه علشان ايه علشان لو في عندي مشكلة في ال اكسجين كاريين كاباستي عايزة ايه اخلي يبقى عندي كمية ال rbc او ازود كمية الار بيسيز ماس اخلي بالي من ايه اسم جهاز نقل الدم خلاص اللي منكم اشتغل في مستشفات حيشوفو اكيد يعني اسم جهاز نقل الدم هو شبه الانفشن ساتش راي بس بيبقى في ايه جزء بلاستيك كده زيادة وفيه فلتر مفوض انه علشان بيعدي حجم معين في خلال قد ايه بقى مهم كل حاجة بالنسبالي تنفيز بط بيزين فور اوورز ماشي الريد بوصيز المفوض قديها على خلال قد ايه على عنبار قد ايه اربع ساعات تمام ايه بدي بس مع نورمال سلاين سولوشن مش مع اي حاجة تانية اخلي بالي ان ايه ايه that an orpc's transfusion is not appropriate من فاشة استخدمه ما لا يفضل في حالات الانيمية اللي ممكن اعالجها باكلة او بادوية طيب بالنسبى للنوع التاني الصفائح الدموية الصفائح الدموية اللي اتفقنا اول خطوة في انها ايه تمنح حدوث البليدنج فا او تتريد بليدين كوست باي ديكريس سيركراتينج بليتلس عندي ده وشكلة الصفائح بتاعتي واقعة ده هيبقى فيه ريسكوف بليدينج على طول عارفين البليتليد كاونت الطبيعي من كم؟ مية وخمسين الف الربع مية وخمسين الف صفيحة صفائح دموية في كل مايكرو ليتر شوفو بقى الكمية عملا ازاي؟ يعني خمسين الف عندي ده كده بهزر كده الصفائح بتاعتي واقعة ومضطرة ان انا ايه انقل الصفائح من بره ساعات ممكن ادي بروفيلكتك بريترانسفيوجن ميديكيشن قبل معنقل البليتلس ادي مضبطات حساسية وانتي بايوريتيكس خوفة حرارة علشان اقل بيحسس ساعات رعشة وسخونية وتفاعل تحسس من نقل البليتلس تمام؟ فبسبق انا بدي انت استمنى كوانتي بايوريتيك اللي هو البيتفرجان والقبل اكمل الترانسفيوجن خلال تلت ساعة عشرين ديه اجماع اقول اتفاست ستريت ده البيتشن كانت رداليت عشان انا موضوع الحساسية اثناء الترانسفيوجن ده بدي سريع جدا جدا خلال تلت ساعة او اكتر حاجة يقدر المريض ايه يستحملها طبع عشان ما تتكسرش انتعرفيني البيتلس دي صفائح الدموية والحاجات الى فروزن بلازما دي بيدوها على شاكر يعني بتفضلوا كده ايه بيخافوا انها تتجمع على بعض او ان حاجة بيخافوا انه ما يجمع على بعض في بيفضلوا ايه حطونها على شاكر خلاص عشان محصلاش ايه تجمع او تكسير او كده فلازم تتخذ بسرعة جدا جدا عشان ما تبوسش ايه يوز سنجل دونور بليتلس يعني لو بحاجة اخد متبرع كل مور اخد من نفس المتبرع ليه ما يحصلش ايه ري اكشن الجسم خلاص بيتعرف على نوع بليتلس معين لو اديت له نوع تاني يبدأ ايه يعمل رد فعل تجاهه يطلع انتيباد استجاه ايه ما ينفعش ان انا قديها علشان اعالج اوتو ايميون سروبوسايتوبينيا سروبوسايتوبينيا يعني بليتلس قليلة اذا انا عندي حالة من الاوتو ايميون يعني هي بليتلس الجسم نفسه بيكسرها مفيش ايه هدف من انا اعطي بليتلس من بره لانه بره سيكسرها اااااااااااااا اتفقنا بقى لقى ايه اللي بجزء اللي فوق ده اللي كان السائل اللي فوق ده ده بقى جماعنا فيه كل حاجه ما عاده يوجد فأمير بلتجة الخدمة وع추ك سيتم علا事ي حمنíre αυτرة إنه بنقيف شرط البلازما كما اتفقنا بلعدي مشكلة نظرات في خطر 8 و興نى مشكلة فيger hormones حتى التكتب و بعد أ Linda من أراقة جدا حتى أوكشة الورفرنت فان الورفرنت كان بيمنع تكون الكواجيليشن فاكتورس فبالتالي يقديره انا الكواجيليشن فاكتورس من بره لو في حالة الهايدوز برضو خلالها 20 دقيقة او اسرع حاجة يقدر يتحملها من مريض اخلي بالي من هايبوكالسيوم عشان انا بحط فيه سيتريك اسد فممكن يمسك في الكالسيوم بتاع الجسم ويعمل هايبوكالسيوم هايبوكالسيوم بتاع الوصف ايزوتونيك جلوكوز او دكستروز 5% في مية بستخدمه في حالة فقدان سوائل او ديهايدريشن او هايبوكالسيوم هايبوكالسيوم محتاجه ادي سوائل مفيهاش سوديوم هايبوكالسيوم يعني السوديوم عالي لو السوديوم عالي متديش بقالنسالاين متديش سوديوم كولوريت خلاص ادي ايه جلوكوز 5% ده اعبارة عن ايزوتونيك يعني قلنا نفس تركيز الدم الدم بتاع فيه تركيز معاين من الاملاح لو حاجة فيها نفس التركيز تقريبا بسميه ايزوتونيك اعلى منه بسميه هايبوكالسيوم أقل منه بسميه هيبوتونيك خلاص لما يدخل الجسم الدكستروز يتكسر فيتحول لهايبوتونيك فعشان كده ما يفاشل استخدمه في الريساسيتيشن الريساسيتيشن اللي هو نعاش وكده القلبي في حالات الشاك علشان ممكن يعمللي هايبرجليسيميا لكن في نفس الوقت هو مش مفغوش كمية الجلوكوز اللي تخلي بني ادم يعتمد عليه كسورس نيتريشن الجلوكوز اللي فيه كل مئة سنتي فيه خمسة جرام بس فبالتالي ما ينفشل انا اقول ان ده حيدي الكايرز اللي محتاجها الجسم في اليوم وبالتالي لو انا عملت كده واعتمدت عليه كمصدر نيتريشن حيتكسر خمسة جرام ده وخلاص وحيستفيد بيهم بس بعد كده هياخد ايه بقى هو مش لاقي الكربوهدريتس اللي يأسها الحاجة يقوم الجسم مكسر البروتين ودي يا جماعة مأساة وعشان كده هم ندي التى بي ان ده يازم ندي في التى بي ان يازم ندي امين واسد مع الجلوكوز خلاص لان انا لو انا مديته جلوكوز بس هيكسر البروتين بس يدخل على البروتين بتاع الجسم ويكسره يعني عارفين يعني ايما البروتين يا جماعة يعمل عضلات من الاعضاء اخر حاجة الجسم المفروض ما يكسرش بروتينيات خادث تمام مفروض انه يكسر ان هي الحاجة الايه السهلة اللي هي الجلوكوز ايزوتونيك نورمال سراين المحلول الملح الطبيعي بتاعنا اللي احنا عارفين بديه في حالات الشوك هايبو ناتريميا يعني السوديوم بتاعي قليل اديه طبعا على هيئة سوديوم كورايد بديه ترانسفيوجن في نقل الدم اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية البروتينيس بديه معنوه نصائر ريسستيشن العاشر في حالات الشوك فليوت شالنج متابوليك الكاليوز حالات كتير او يبصوا بقى ده اخر واحدة ضيابات الكيتو اسيدوس فاكرين قلنا ده اول حاجة واهم حاجة في التريتمين اديله من 3 او 5 ريتر ادي كميات فليود كتير جدا جدا لأنه يكون تحديد كمية فليود استخدام كشورن الإمباشن بحاجة في حالات فيديه نخل نبنى عشان الابرلود او الهايبرناتريميا لو حد عنده فشل قلبي اساسا كونجستد عنده كمية فليود عالية ده انا عايز اقلل اديمه ايزوتونيك لكتيتيد رينجر سولوشن ايزوتونيك لكتير خلاص بصحة الدكتيدرينجر ده استخدمه مش كتير اوي بس بيحبو استخدمه في حالات الديهايدراتيشن الحروق بيستخدمه كتير بصحة لو فقدنا فلويد من الجزء يعني مش عن طريق الوميتنج لا عن طريق اللائرية هايبوفوليميا due to third space shifting يعني الاكترولايت كنتينت الفرق بقى ان الرينجر هنا بقى بيبقى فيه كالسيوم بيبقى فيه بوتاسيوم بيبقى فيه الاكترولايت بصوا عشان الاكترولايت كنتينت ماكديزيا ماينفعش اعتمد عليه كسورسة ماكديزيا او كنتين كوتاسيوم فعشان كده المريض اللي عنده رينال فيلير هايبيركاديميا ماستخدموش في حد عنده الريفر ديزيز علشان اللاكتيت هيعملي هيعملي هيعليلي البي اتش لو اكتر من سبعة ونصف من فاشل دي هيبتونيك هايبوتونيك هاف نورمال سالاين ده بقى لأولي 9 10 % ده 0.45% كنتي اعتمد اتفقنا في كاوتر ريبليسمنت بده ما يلاحب انه هايبوتونيك بدي بقى في موضوع الديكي ايه فاكرين لما قلنا فالديكي ايه بعد مدت التسعة من عشرة وقبل الديكستروز خلاص في النص ما بينهم لما براقي ان ايه خلاص ان انا عندي وصلت الحالة بدأت ادخل في النورمال بوقف التسعة من عشرة خصوصا لو في حالة عندها هايبرنترينيا خلاص الصودية بتاعها بقى كتير قوي فإنديك ايه اهو يوز اونلي وين جلوكوز ليبل فوز بلو 250 عندما اوصل عندي اه لما جلوكوز يقل عندي عن منت 58 ابدأ ابدأ الهيبوتونيك العام لسعار هايبرتونيك دكستروز خمسه في المياه النورمال سارين اللي هو بنسميه جلوكوز ملحي مصنوص هايبوتونيك ديهايدريشن باستردامه في ايه هايبوتونيك ديهيدريشن تمبراري تريتمنت اف سيركولاتري انسوفيشنسي شوك ومش عرف ايه برضو يعني ايه مش مشكلة قوي اخلي بالي برضو من الابرلود 3% سوديوم كلوريد ده مهم ده هايبرتونيك ده ايه يا جماعة هايبرتونيك ده مركز جدا 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 دي في حالات معينة سيفير سيفير بصو في حالات دياليوشن الهايبوناتريميا لو انا عندي سوديوم قليل بسبب ان انا اديت فلويدز كتيرة وما كانش فيها سوديوم وبقى كمية الفوليوم بتاعي زيادة قوي ولقيت ان السوديوم نسبته بتقل او مدية ايه سوديوم كلوريد مركز 3% برضو في نفس الاسفير سوديوم ديبليشن برضو في حالات الهايبوناتريميا اخلي بالي قوي في حالات عشان اخلي بالي علشان امنع ما حصلش بلدومونير اديمة اخلي بالي من في الجزء اللي انا مدخل فيه الفيوشن سايت او الكانيرا لان لو خرج اي جزء منه بقولتلكو ده مركز جدا لو خرج اي جزء بره البين هيعمل تشو دامج العشرة في الماء جلوكوز عشرة في المية ده اا water replacement برضو لو انا محتاجة شوية fluid ومحتاجة nutrition هنا ده مركز بقى شوية فاحسن مثلا انا عايز ادي شوية كانيرس بسيطة للمريض ادي جلوكوز عشرة في المية خلي بالي طبعا ايه لو هو الجلوكوز ليفل بتاعه عشان ما يعلش مني سكران جزيزة